اشتركوا في القناة ومعكم محمد فكري من قناتنا تعلم معا وتحديدا من مدينة الاسكندرية في جمهورية مصر العربية احييكم اعزائي ويلا بينا نبدأ الفيديو بس قبل ما الفيديو يبدأ ما تنسوش الولاي فراسيه في الولاي فراسيه علشان طبعا يصلكم كل ما هو جديد اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم ما هي وحدة البكسل ان دقة العرض تتكون من بعدين اثنين البعد الرأسي والبعد الافقي فعلى سبيل المثال دقة العرض 1080p والـ 1080p هي الدقة الشائعة والمنتشرة في معظم الفيديوهات والشاشات والشائعة والمناسبة لمعظم المواقع وخصوصا الانترنت مثل موقع يوتيوب وذلك لانها تتناسب مع معظم امكانيات الاجهزة حديثا والمتواجدة في السوق سواء كان الموبايلات او لابتوبات او شاشات دقة العرض 1080p هي دقة تتكون او تتمثل في 1080 في 1920 بيكسل معنى ذلك ان العرض عرض الشاشة هيكون 1920 والارتفاع 1080 الكلام ده معنى ايه؟ معنى ان احنا علشان نعرف عدد البكسلات في هذه الدقة لمعرفة عدد البكسلات في هذه الدقة زي ما هو مكتوب كده 1080 في 1920 هو بيدرب الرقمين في بعض فاحنا بنقوم بضرب البعدي ليصبح الناتج 2.73.600 بيكسل معنى ايه برضو كلام ده؟ معنى ذلك ان هذا هو العدد الذي يجب ان تتكون منه الشاشة لافضل رؤية ونحن حتى الان لم نعرف ما هو البكسل ان تعريف البكسل يتمثل في النقطة المضيئة التي يمكن برمجتها لازهار الالوان لتكوين الصورة ويكون لها حجم يختلف من شاشة الى اخرى وهي بنا الان نتعرف على الفرق بين الابعاد المختلفة بعد هذا الفاصل الاعلاني القصير واول دقة بنتكلم عنها اللي هي دقة المنتشرة جدا اه ولكن هي ليست حديثة اه واصبحت تعتبر ان هي دلوقتي تعتبر اصبحت من الماضي اللي هي سبعمية وعشرين بي اللي هي بنسموها مجازا اتش دي الناس كلها بتسميها الاتش دي او الهايدي فينيش اه فلما حد يقولك اتش دي تعرف ان هو بيتكلم عن سبعمية وعشرين بي السبعمية وعشرين بي دقة عالية الوضوح سبعمية وعشرين في الف امتين وتمانين ده ابعاد هذه الدقة طيب اه اتش دي اختصارا لكلمة هايديفينيشن يعني دقة عالية الوضوح هايديفينيشن ريزيليوشن ويلا بينا نتكلم عن الدقة اللي وراها الدقة تانية في الفيديو دوت واللي بنحب نتكلم عنها ونشرحها اللي هي فول اتش دي ودية الدقة اللي اصبحت الان شائعة جدا منذ سنوات عديدة مضت وحتى الان لانها دقة مناسبة جدا لفيديوهات اليوتيوب ومناسبة جدا لكل المواقع ومناسبة للافلام ومناسبة لسرعة الاجهزة الموجودة معانا حاليا اللي هي تكلفتها بتكون في مواقع متناول الجميع وتكلفة متوسطة ما هيش ايه تكلفة غالية قوي الفول اتش دي اف اتش دي اختصارا لكلمة فول اتش دي يعني برضو دقة عالية الوضوح اللي هي دقة عالية الوضوح كاملة الفول اتش دي ريزيليوشن الف وتمانين بي الابعاد بتاعتها الف وتمانين فالف وتسعمية وعشرين الدقة التالتة في الفيديو بتاعي النهاردة اللي هو الدقة عالية الوضوح كيو اتش دي وكيو اتش دي اختصارا لكواد اتش دي اه يعني توكي بيسموها مجازم توكي وطبعا كيو معروف ان هو في مجال اللي هو الالف توكي يعني كده الفين يعني اشارة اشارة للبعد اللي هو التاني الفين خمسون وستين دي بيسموها الف وربعمية واربعين بي الف وربعمية واربعين ابعادها في الفين خمسون وستين كواد هاي ديفينيشن ريزيليوشن دقة عالية الوضوح اه توكي اه طبعا بتحتاج اه اجهزة وموبايلات لابتوبات اه شاشات ايا كان الهاردووير بتحتاج اه امكانيات هاردووير عالية اه في ظل عدم وجود سرعة للانتفائقة هي الانسان اللي بيستخدم هذه التكنولوجيا وهذه الدقة سواء للافلام او للالعاب مع الهاردووير المتواضع هيلاقي مشكلة اه كبيرة جدا في الرؤية لان الدنيا كلها هتبتدي تقطع معا سواء بيتفرج على الفيلم هيبتدي يقطع ويقعد يغيب عبدالما ما يحمل لان الريزيليوشن عالي جدا على امكانيات ضعيفة وسرعة نت ضعيفة وطبعا كلنا بدأنا نسمع من فترة عن الفور كي او الالترا اتش دي يو اتش دي طبعا الفور كي اه فيديوهات سواء كان فيه فيديوهات اونلاين مصممة بتقنية الفور كي او بدقة الفور كي بتحتاج يعني انت حاول حضرتك تخش على اليوتيوب وتختار فيديو بدقة فور كي ولو انت مشترك عادي للانترنت دي اس اي ال او في دي اس اي ال اللي حتى هتبصها تلاقي الفيديو معاك بيقطع وخصوصا اذا كان الموبايل بتاعك اه متوسط او اللاكتوب بتاعك الاتقنية دي اتو الدقة دي عايزة هاردوير عالي جدا لامات عالية جدا بروسيسور عالي جدا سرعة نت فائق جدا اه ازا الابعاد بتاعت الفور كي الفين مية وستين في تلات تلاف تمنمية واربعين سموها فور كي الترا هاي ديفينيشن ريزوليوشن يو اتش دي والان مع تكنولوجيا المستقبل ايت كي الترا اتش دي او فول الترا اتش دي بقى يعني ايت كي دي التكنولوجيا المستقبل الخارقة للهاردو للاجهزة الخارقة وسرعة الانترنت الخارقة والشاشات الخارقة اللي ان شاء الله يا رب نشوفها في المستقبل نتكلم على ايت ايت كي اللي هو اه اه الترا هاي ديفينيشن اف يو اتش دي اربع تلاف ابعاد هزي الدقة اربع تلاف تلتمية وعشرين في سبعة تلاف ستمية وتمانين حاجة يعني اه زي ما قال الفنان احمد رزق في فيلم التربيني لو انت بتتفرج على ماتش هتبقى انت حاسس ان انت في حضن اللعيبة كان معكم محمد فكري من الاسكندرية من قناة نتعلم معا وفي نهاية هذا الفيديو نشكركم شكرا جزيلا لحسن استماعكم لنا ونرجو من سيادتكم كتابة ارائكم في الفيديو في التعليقات اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة